اشتركوا في القناة لسمو رئيس الوزناء سائلاً الله العلي القدير أن يديم على سموه منفور الصحة والسعادة والعافية وطول العمر وأن يحقق لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء جائحة كورونا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعرب فيها سموه عن خالص تقديره واعتزازه بمشاعر سمو ولي العهد النبيلة معبراً لسموه عن أخلص التهاني والتبركات بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد بوافر الصحة والسعادة وأن يحفظه الله ويرعاه سائلاً المولى العلي القدير أن يرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء جائحة فيروس كورونا وتبيعاتها السلبية كافة ترجمة نانسي قنقر